موسيقى موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها فساد المنظمات العاملة في اليمن والسطو على حقوق المحتاجين موسيقى أطلق ناشطون حملة احتجاجية تجاوزت السوشال ميديا لتتحول إلى رأي عام محلي بل ودولي آخذ في التوسع والانتشار الحملة انطلقت في الثامن من أبريل الجاري تحتها الشاق وين الفلوس الحملة وفقا للقائمين عليها لا تمثل أي شخص أو جهة بقدر ما تمثل المواطن اليمني الذي تصل المساعدات باسمه وله التقارير المتداولة تتحدث عن تلقي اليمن مساعدات بقيمة تجاوزت 23 مليار دولار منذ بداية الحرب حتى مطلع العام الجاري هذا الرقم يشمل ما وصل أو أعلن عنه كالتزام من جهات مانحة لليمن عبر الجهات المحلية الرسمية والمدنية أو من مكاتب المنظمات المالية الحملة الاحتجاجية في تصاعد مستمر وتشهد حاليا مرحلة التواصل مع المنظمات المانحة بالتزامن مع هذه الحملة توقيعات تجاوزت خلال ثلاثة أيام خمسة آلاف توقيعا إذن مشاهدين قبل البدء نرحب ضيوف الحلقة معنا من تعز الناشط الحقوقي عضو الحملة ياسر المليكي ومن ألمانيا الناشط المجتمعي في ده الدين يحيى وعبر الهاتف الصحفي بسيم الجناني وأبدأ بضيفي من تعز الناشط الحقوقي ياسر المليكي سيد ياسر مساء الخير أهلا مساء النور أهلا بك وبالساعدة المشاهدين وضيوفك الكرام أهلا بك سيد ياسر بإطار حديثنا اليوم وحلقة اليوم التي خصصناها لمناقشة فساد المنظمات العاملة في اليمن والذي وصل بها الحال للسطو على حقوق المواطنين المحتاجين في الداخل وتساؤلنا إلى ماذا تهدفون خلال الحملة التي أطلقتها والتي تحمل عنوان أين الفلوس بداية دعني أشكر الأساد الأخ فداء الدين يحيى هذا الأخ المقيم في ألمانيا هو مطلق الحملة ومهندسها تلقفناها الكثير من اليمنين تلقفناها أنا أحدهم قمنا بتجميع تلك الوثائق التي قام بنشرها ومن ثم ترقمتها ويعادت نشرها للرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة ووسائل الإعلام هذه الحملة أين الفلوس أو باللهقة الشعبية الدارجة أين الفلوس هي حملة لا تستهدف أحد بقدر ما توجه سؤالا استفهاميا إلى المنظمات التي تسلمت خلال أربعة أعوام ونصف من النزاع المسلح في اليمن 23 مليار دولار بحسب المانحين الدوليين وخصوصا منهم دولتي السعودية والإمارات خلال العام 2018 تسلمت المنظمات ما مجموعه 5.3 مليار دولار هذا الرقم المرعب جدا يساوي ضعفي الموازنة الحكومية اليمنية لعام 2018 التي كانت تبلغ 2.3 مليار دولار هذه الأموال الممنوحة للمنظمات الدولية والمحلية لا نعرف أين ذهبت سؤالنا وما نطمح إليه من المنظمات أين صرفت هذه الأموال كيف أنفقت لا نستهدف أحد همنا الأول هو المواطنين اليمنيين همنا الأول هو أن لا تذهب أموال المانحين هدرا هناك أموال طائلة تمنح لليمنيين لكن القوع والأزمة الإنسانية والكثير من الأضرار التي تلحق باليمنيين تزاد كل يوم هناك خلل حاصل بالتأكيد تعرفه هذه المنظمات بالتأكيد أن هذه المنظمات مع هذه الأموال الممنوحة أعتقد أنه لا يمكن أن تتوقف هذه الحرب طالما وهذه الأموال الممنوحة تتسلمها قيهات لا نعرف أين تنفقها ليس هناك من الشفافية والوضوح لدى هذه المنظمات التي يلزمها القانون اليمني ومبادئ الشفافية الدولية بأن تفصح عن كل هذه الأموال التي أنفقتها أين صرفتها حتى هذه اللحظة أكثر من أسبوعين ولا توجد منظمة محلية أو دولية أعلنت عبر وسائلها الإعلامية أنها أنفقت هذه الأموال وحددت بنود هذا الإنفاق وأسهبت أو حددت كل ما يتعلق بهذه الأموال التي استردتها كل منظمة على أحدها سيد ياسر قد يقول قائل بأن الفساد لا يخلو من عمل الكثير من المنظمات والمؤسسات والشركات ولكن هذا الشيء حصل وإنما قد تكون النسب ضئيلة جدا وربما يتم تجاوزها أنتم حينما أطلقتم هذه الحملة ما الذي توصلتم إليه حتى تطلقون حملة كبيرة بهذا الحجم أمام هذه المنظمات وهنا ما الفساد الذي وجدته أو حجم الفساد الذي بالفعل أضطركم للقيام بهذه الحملة أولا التصريحات الإعلامية التي يطلقها المانحين وهو أن اليمن تسلمت 23 مليار دولار خلال أربع سنوات ونصف أو خمس سنوات من الصراع المسلح تجعل كل المنظمات بين الضفرين أو خلف دائرة علامة استفهام إضافة إلى أن هذا المبلغ الذي صرف كان بالتأكيد على هذه المنظمات الدولية والمحلية هذه المنظمات التي تسلمت مثلا خلال العام 2018 خمسة مليار وثلاثة من عشرة مليار دولار لم يحدد رابط تتبع الأموال التابع للأمم المتحدة إلا مبلغ 2 مليار وسبعة من عشرة 2 وسبعة من عشرة مليار دولار هذه المبالغ التي استلمتها المنظمات بينما 2 و6 من عشرة مليار دولار حتى اللحظة لم يقم بتحديده رابط تتبع الأموال التابع للمتحدة لم يقم بإضاح أين صرفت هذه الأموال ومن تسلمتها إضافة إلى أن الجميع يتساءل وببراءة أين الفلوس لأن اليمنيون يزدادون فقرا ومالكي ومدراء هذه المنظمات يزدادون ثراء لك أن تتوقع أن كثير من المدراء أو مسؤولي هذه المنظمات يتسلمون رواتب خيالية ما بين العشرة والعشرين والثلاثين إلى الخمسين ألف دولار شهريا هذه المبالغ طائلة وطائلة جدا ولا يمكن لليمنين أن يستفيدون منها إضافة إلى أن 30% من الأموال الممنوحة 30% تأخذها المنظمات المحلية كنفقات تشغيلية لاحظ هذا الرقم إضافة إلى أن المنظمات الدولية تأخذ ما بين 35% إلى 40% من الأموال الممنوحة كنفقات تشغيلية هذه الأرقام مرعبة فعلا لم تصل إلى اليمنيين ولا يمكن لليمنيين أن يستفيدوا منها وخلال هذه الفترة الماضية لم يستفيدوا منها كل يوم ونحن نلاحظ الأزمة الإنسانية مؤشرات القوع في اليمن تزداد كل يوم مؤشرات سوء التغذية لدى الأطفال ازدادت إلى الحد الذي وصل ثلاثة مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحال سيد ياسر هناك الكثير من النقاط سنناقشها سويا ولكن أستسمحك لأن أرحب بضيفنا الآن وأسأعود إليك بعد قليل أتكرم البقاء معنا وأرحب بضيفي سينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة الحديدة الصحفي بسيم الجناني سيد بسيم مساء الخير أهلا بك سيد بسيم نتحدث اليوم عن فساد المنظمات العاملة في اليمن والذي وصل الحال بهذا الفساد للسطو على حقوق المحتاجين والفقراء ونتسأل فيما يخص محافظة الحديدة الذي أنت تعد أحد أبناء هذه المحافظة ما هو وضع هذه المنظمات من حيث الفساد المالي والإداري نعم أخي دعني بذلك نوضح نقطة مهمة جدا بأن الحملة لم تكن ردة فعل لكشوفات نشرت وأرقام خيالية لمبالغ مالية صرفت على هذه المنظمات إنما هناك شواهد وإثباتات على الواقع تؤكد نهب هذه الأموال بشكل مقزز وشكل على مدى أربع سنوات وهي ليس حديثة اليوم دعني أوضح بعض هذه النقاط المهمة والشواهد والتوابث التي عايشناها مع كثير المواطنين على سبيل المثال هناك حصر سكاني كان في مدينة الحديدة لمنظمة الغذاء العالمي ورفعة أسماء وأرقام هواتف للمواطنين يستحقون الإغاثة الإنسانية فلم يستلموا منها شيء فتفاجأوا هؤلاء المواطنين باتصالات من خارج اليمن من مكاتب منظمات هذه العاملة داخل المحافظة سواء في الأردن أو خارج الأردن لعمل استبيان ميداني حول المساعدة التي يستلمها هذا المواطن فيتفاجأ المتصل لجنبي من خارج اليمن أن هذا المواطن على مدى ستة أو سبعة أشهر لم يكن يستلم أي إغاثة شهرية وأن هناك كشوفات رفعت بإسمه لأنه كان يستلمها وهذه الحالات كثيرة جدا في مدينة الحديدة حصلت لكثير المواطنين بمعنى أن هناك كشوفات وأرقام أهمية كانت ترفع أو لمواطنين كانوا موجودين في حديدة ولكن كانت تنهى بإغاثتهم أيضا هناك رسائل نصية وصلت لكثير المواطنين من النازحين خاصة بعد اندلاع المعارك في الحديدة إلى صنعاء أكثر من ستمية رب وشرة وصلت لهم رسائل نصية برقم حوالات السلام مبالغ في بنك الأمل فكانت هناك رسالتين نصية وصلت لهم برقام حوالتين فعندما ذهبوا إلى البنك فليم يستلموا إلا حوالة واحدة وقيل لهم بأن هناك غلط في السيستيم أو غلط في النظام فأرسل لهم رقم حوالات أخرى لكن سيد بسي من خلال متابعتكم وأيضا اطلاعكم على عمل المنظمات بالتحديد في محافظة الحديدة إذا ما تحدثنا عن الفساد هل هو منظم بحيث أن هذه المنظمات هي من تدير هذا الفساد أم أن الفساد يتم عبر وكلاء هذه المنظمات في الداخل نعم أخي إذن سأتك في الحديث حول العملية المنظمة التي بدأت منذ بدأ الإنقلاف أنشئت عبر مليشيا الحوثي ما يسمى بالوحدة التنفيذية العليا للإغاثة لصنعها وفروعها في محافظات اليمن المسيطرة عليها الحوثيين وكانت المنظمات الدولية لا تقيم أي برامج إغاثية أو أي حملة إغاثية إلا عبر هذه الوحدات التنفيذية التي يشرف عليها مسلح مليشيا الحوثي وهم مشرفين في الجوانب الأمنية وكانوا هم يدير هذا الكلاستر أو ما يسمى بمجموعة الكلاستر الإغاثية التي كانت لأنشئت في فروع المحافظات التي كانت على رأسها اليونسيف والدراء والأوتشا وكل المنظمات الدولية وكانوا أثناء الاجتماعي يدير هذه الاجتماعات الحوثيين بشكل رئيسي فقام الحوثيين أيضا بإلغاء كافة المنظمات العاملة من قبل 2015 وأنشأوا منظمات جديدة واستحدثوها وقد كنا نشرنا هذا العمر أكثر من 15 المنظمة محلية واجتماعية أنشأوها خلال 2015 وأرغموا المنظمات الدولية بأن المشاريع التي تنفذ على الواقع لا يتم تنفيذها عبر هذه المنظمات بشكل مباشر وإنما تحال إلى هذه المنظمات المنشأة التي يديرها الحوثيين نفسهم هذه طبعا أحد الأساليب المنظمة بشكل أساسي وحتى منظمات الغداء العالمي أعلنت قبل ستة أشهر عن عملية نهب كبيرة جدا تمت في صنعاء للغاثة الإنسانية وأنها لم تصل إلى مستحقية أيضا هناك كيادات عليا في ميليشيا الحوثي هي من تقوم بمقاولة بشكل مباشر مع هذه المنظمات كلنا يعلم أن على سبيل المثال مطاحن البحر الأحمر الوكيل الذي يديره المدعو أحمد الهادي أحد كيادات الحوثيين هو المتعحد الرئيسي لمنظمة الغداء العالمي في استلام القمح وإعادة طحنه سيد باسيم فيما يتعلق بهذه الحملة التي انطلقت مؤخران هل بالإمكان باعتقادك أن تحقق شيء ويتم محاسبة هذه المنظمات ووكلاءها على الفساد الذي قاموا به خلال السنوات الماضية منذ بداية الأزمة نعم أخي لا بد أن تتوسع الحمراء بشكل كبير جدا أيضا هناك موضوع الوعي والإدراك لدى المواطن بأن مستحقات أو ما صرف الأجل أو ما منح لهم ينهب بشكل رئيسي لا بد أن تكون هناك مزيد من الشفافية مزيد من عملية المحاسبة والرقابة على هذه المنظمات أقل شيء إذا خرجت هذه الحملة بآلية تفرضها الأمم المتحدة على هذه المنظمات بمستوى عالي من الشفافية والإعجابة عن الكشوفات المالية أو الدم المالية لهذه المنظمات فيما صرفت هذه الأموال الطائلة للأمانة هذه الأموال لو صرفت للمواطنين بشكل مباشر أو منحة للمواطن المنقطع رواتب مندق أو ستنوات على شكل هيئة رواتب شهرية لكفت نصفها وليست كاملة الأموال الطائلة هذه شيء عندما أعلنت أثارت الرأي العام وعلي أترها قيمة الحملة أنا أتمنى أن تستمر هذه الحملة بشكل كبير حتى تؤتي ثمارها ولكن هناك أيضا تخاذل من الحكومة الشرعية لا نجد أي تجاوب مع هذه الحملة بشكل رسمي من الحكومة الشرعية أيضا عملية تلقف هذه الحملة منها ووزراء مثلا في الحكومة الشرعية ووزراء المعنيين بهذه الأموال التي تنهب للأسف على غير المستوى أيضا هناك أيضا وسائل الإعلام من الحكومة الشرعية للأسف أيضا لم تتلقف هذه الحملة بشكل جدي حتى يكون هناك زخم شعبي كبير جدا وتوعية الناس على أن هذه الأموال تنهب وإذا ما استمرت الحكومة الشرعية في السكوت على ما يتم نهبه في داخل المنظمات توقع أن أكثر الناس مستفيدين من هذه الحرب هم المنظمات وأيضا لابد الإشارة على أن هذه الأموال التي تنهب ليست فقط في مناطق تلقف الحوثي هناك أيضا منظمات تعمل في مناطق تلقف الشرعية للأسف تقوم بنفس الدور وتقوم بشكل إرهاب وكلاء لهؤلاء المافيا التي تنهب قوت الشعب نعم إذن وضحت صورة أشكرك جزيل الشكر الصحفي بسيم الجناني كنت معنا من محافظة الحديدة ومشاهدين سنرحب الآن بضيفنا من ألمانيا سينضم إلينا الناشط المجتمعي فداء الدين يحيى سيد فداء مساء الخير مساء النور أنا بك سيد فداء الدين ونبدأ معك من موضوع الحملة والتي أنت أحد الناشطين في هذه الحملة نتساءل من الذي استدعاكم للقيام بهذه الحملة بداية نشكر قناة بلقيس شكر خاص على تغطيتها أكثر من مرة وهي تغطي الحملة وتوصل مطالبات وسوط الشعب لكل العالم النقطة الثانية أسباب انطلاق الحملة أو الدوافع اللي دعت الشباب لإطلاق هذا الحملة واضحة وجلية ومنطقية يعني مليارات الدولارات تصل إلى البلد عبر هذه المنظمات ولا نرى أي أثر فعلي يعني بإمكانك فقط أخذ مثال بسيط أنه في عام 2014 حسب تقرير البنك الدولي يذكر أن قيمة واردات اليمن من القمح الأرس تجاوزت أو بلغت مليار وأربعمائة مليون دولار هذه الفاتورة الغذائية الأساس لبلد بأكمله تخيل معي فقط أنه لعام واحد تخيل معي 23 مليار دولار ماذا ستصنع ستكفي الشعب بأكمله لمدة 10 إلى 15 سنة فالتساؤلات هذه أين تصرف هذه الأموال أين أثرها الفعلي ما دور المنظمات هذه المعلومات سيد فداء الدين هي عبارة عن قول قائل أم أنها مستندة لتقارير معتمدة ويعني رجعتم إليها واستندتم إليها قبل انطلاقكم في هذه الحملة كتقارير مثبتة كل التقارير والأرقام التي سندنا إليها هي موثقة في مواقع التتبع للأمم المتحدة وليست قول قائل الشيء الآخر نحن نطالب هذه المنظمات بنشر كشفاتها وفقا للقانون حتى لو لم يكن هناك أرقام ينص القانون على أن كل المنظمات تلزم بنشر تقاريرها المالية والوثائق والسجلات بما يمكن الكافة حق الاطلاع عليها نحن نطالبون بموجب هذا القانون أن يعرضوا علينا هذه السجلات وهذه الوثائق يعني لا نشكك في جهودهم ولا نتهمهم بالفساد فقط هناك فساد وأنتم تدركون هذا الفساد المنظمات لا نعلم ما هي ولا نعلم حجم الفساد ولا نعلم من يقوم به وأين ومتى هذه التقارير ستسهلهم لكشف الفساد وفيما بعد مكافحة لكن سيد فداء الدين قد يقول قال سيدي أين أنتم منذ ثلاث سنوات أو أربع سنوات من بداية الأزمة وتحدثتم اليوم عن فساد المنظمات يعني هناك الفساد لم يأتي منذ شهر أو شهرين أو سنة هذه التراكمات تصل إلى أربع سنوات لماذا هذا التوقيت تحديدا؟ أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي هذه الجهود هي بالأساس تتحملها الحكومة بشكل رئيسي وعلى رأسها وزارة الشؤون القانونية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لكن ذلك لا يستبعد إثارة الرقابة المجتمعية والمحاسبة المجتمعية هي تعزز دورة الدولة وهي تدعم دورة الدولة ولكن فما بالك في ظل غياب الدولة وهشاشة الدولة أصبحت أمر ضروري لا بد منه نعم إذن تكرم بالبقاء معي سيد فداء الدين وسنذهب الآن مشاهدين لنطالع سويا هذا الفيديو التعريفي حول هذه الحملة حملة وين الفلوس بالعامية نتابع هذا الفيديو سويا باختصار نعرف أين بتروح الفلوس هذا أين بتصرف المليارات هذه يا منظمات هاتوا التقارير المالية المدققة وعرضوها على الشعب قانون رقم 13 والصادر عام 2012 والموقع عليه رئيس الجمهوري اسمه قانون حق الحصول على المعلومة ماد دارقم 4 الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنة الأساسية ماد دارقم 7 لكل شخص طبيعي واعتباري حق التقدم بطلب الحصول على المعلومات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين هذا كان عرض وفيديو تعريفي حول حملة وين الفلوس وأذهب إلى ضيف الآن عبر الأقمار الاصطناعية من تاعز الناشطة المجتمعي ياسر المليكي سيد ياسر مرحبا بك مجددا ونتساءل هنا من خلال هذه الحملة هل صوتكم وصل بالفعل إلى المنظمات هل يوجد رجع صدى حتى الآن صوتنا وصل إلى كل اليمنيين وهذا ما كنا نتمناه وما نرقوه صوتنا وصل إلى كثير من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية هذا إنجاز كبير للحملة لأن الحملة هي تفاعل مجتمعي بالأساس هي من أجل اليمنيين ومن اليمنيين أنفسهم من يديرون هذه الحملة هم كل فئات الشعب في وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف الفئات الحملة وصلت إلى كثير من الأطياف إلا إلى المنظمات المعنية هذه المنظمات للأسف الشديد تغلق عيونها وتصم أذانها عن هذه المطالب بالرغم من أن هذه المطالب وعنوان الهاشتاغ وين الفلوس لا يعني أن اتهام هذه المنظمات بالفساد بقدر ما يهمنا تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وإدارة الأموال بشكل يرضي اليمنيين ويرضي المانحين ويرضي حتى ضمائر مسؤولي ومدراء هذه المنظمات القانون اليمني قانون حق الحصول المعنومات وقانون إنشاء المنظمات الأهلية قال بوضوح أنه على المنظمات على كل القهات التي تطالب بالكشف عن وثائقها أو مصرداتها أو ما تتلقاه من أموال وكيف تنفقه على هذه المنظمات أن تفصح ولو كانت هذه المطالب عبر وسائل الإعلام أو عبر أي طريق للنشر لكن هذه المنظمات وسكوتها حتى هذه اللحظة زاد من تشكيك الجميع أقول زاد من تشكيك الجميع بمصداقية هذه المنظمات لأنه لو كانت هذه المنظمات أنفقت هذه الأموال وفقا لما أملاه عليه المانحين أنفقت هذه الأموال لمصارفها أو لمستحقيها من اليمنيين لما يهمها أن تمتنع عن نشر هذه تقاريرها المالية كيف صرفت هذه الأموال كل المنظمات حتى هذه اللحظة أو أقول تواصل معي البعض من مدراء هذه المنظمات يقولون لريد طلبا رسميا ونحن نرد عليهم أن اليمنيون من حقهم معرفات كيف أنفقت هذه الأموال كيف وديرت في أي طريق وفي أي جهة وفي أي مدخل أو جهة أنفقتوها على اليمنيين للأسف الشديد المنظمات حتى هذه اللحظة لم تتقاوب لكن للحملة أدواتها طيب سيد ياسر هنا سؤال يعني مهم وقد يطرح الكثير من الناس في مسألة أن هذه الحملة بقدر نجاح الذي يحقق يعني ثلاث أيام وهناك خمسة ألاف توقيع يعني لماذا لا يكون العمل منظم لهذه الحملة بحيث أنه يكون هناك جانب تنظيمي وإداري معروف لهذه الحملة بحيث تتوحد الجهود وتوصل هدفها قلت لك الحملة الشعبية نحن شباب ونشطاء كلهم يشتغلوا بجهوده وإمكانياته هذه البدايات ولكن لماذا لا ينظم عمل الحملة بشكل أكبر بحيث تكون الجهة يعني تتبنى يعني الهدف ويعني متابعة هذه القضية حتى النهاية لدينا تواصلات من كثير من المنظمي هذه الحملة من كثير من الفاعلين فيها نشطاء ومحامين وخبراء في إدارة المنظمات وإعلاميون وغيرهم من الفئات توحدوا في إطار هذه الحملة لإدارتها بالتأكيد كانت الخطوة التالية لإطلاق هذا الهشاق والتفاعل الكبير وتلقف وسائل الإعلام وكل المواقع الإلكترونية لهذه الحملة كانت الخطوة التالية هي العريضة التي تطالب المنظمات الدولية بالشفافية وإعلان كيف أنفقت هذه الأموال وأعلننا في هذه العريضة أهداف لهذه الحملة وغايات ترقوها وهي مبدأ الشفافية أن تمر هذه الأموال عبر البنك المركزي حتى يتم الاستفادة منها من البنك المركزي وبالتالي يعود نفعها على العملة اليمنية ويعود رعها أيضا على المواطن اليمنية أو نفعها هذه الرسالة حتى الآن أوقع عليها الكثير من اليمنيون هناك خطوات أخرى تصعيدية نحن نعمل بإمكانيات محدودة وبإمكانيات ذاتية وبالتالي نقاحنا هو من نقاح التفاعل الشعبي لهذه الحملة هذه الحملة حتى هذه اللحظة وصلت للكثير نحن نطالب المنظمات بإعلان تقاريرها المالية كيف صرفت هذه الأموال إلى جانب مطالباتنا للأمم المتحدة وهي التي أعلنت عن هذه الأموال ولمن سلمتها نطالبها أيضا بإعلان كيف أنفقت هذه المنظمات كل هذه الأموال إلى جانب أن هناك أموال غير محددة مبينة في الجدول الملحق برابط تتبع الأموال مثلا في العام 2018 هناك مبلغ 149 مليون دولار هذه صرفت لشيء غير محدد هكذا قال الرابط أن هذا المبلغ صرف لشيء غير محدد إضافة إلى أنه في 2019 نفس الشيء 139 مليون دولار صرفت لأشياء غير محددة ما هي هذه الأشياء المحددة نريد معرفتها سنواصل النقاش بكل هذه التفاصيل نعم إذن سأعود إليك وأكمل معك ولكن ابقى معنا سيد ياسر مشاهدين نذهب الآن لمتابعة هذا الاستطلاع من تعز والذي يوضح آراء الناس حول عمل المنظمات الإنسانية نتابع هذا الاستطلاع سويا خدمات إنسانية للمواطنين في ظل هذه الحرب العنيفة وجدناها فاسدة في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن لكثير من الخدمات الإنسانية وجدنا أن هذه الفلوس توزع على هذه المنظمات بالملايين وبالمليارات يجب أن تحسب هذه المنظمات حساباً عصيرة وخاصة في مثل هذه الظروف الإنسانية البائسة للمواطن اليمني هناك منظمات أيضاً أخذت هذه الأموال وقدمتها للمجهود الحربي وهذا ما كشفته كثير من التقارير الدولية ولذلك يجب أن تحسب ويجب أن لا تمر برغة الكلام للآن لم تخرج من الضمان لإيضاحة ما حدث حول الملايين التي تذهب إلى منتهى لم نعلمه ولم يخرج أي رئيس مواسسة لإيضاحة ذلك فهم ليسوا مقرد شحاتاً بثياب أنيقة وسيظل سؤالنا الوحيد هو أين الفلوس ولا يمكنهم الهرب من سياطة القماهير طبعاً مسألة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التي يتم تسويقها بمعاناة اليمنيين وأزماتهم المستمرة لا تصل من المؤكد أنها لا تصل مكتملة بل يصل منها الفتات وهذا مؤكد في الحقيقة عملية أو الحملة الإعلامية الكبيرة التي يقوم بها عدد من الناشطين منذ أيام جميلة جداً على مستوى إبراز دور هذه المنظمات سواء الدولية أو المحلية إضافة إلى أيضاً إبراز مسألة الشفافية وفتح صفحة جديدة وإيصال رسائل الداعمين والمعنيين بأنه يجب أن تصل هذه المعونات يجب أن تصل إلى الناس مباشرة إلى المستفيدين بشكل مباشر تفاجأنا بنزول أسماء عدد من المنظمات وبجانبها مبالغ مالية كبيرة يقال أنها صرفت لصالح النازحين ولصالح المحتاجين في اليمن خصوصاً في تعز بما أن الحرب هنا قائمة لكن أنا أعتقد أنه لم يصل إلا الفتات القليل جداً وأن هذه المنظمات هي تسطو وتسرق ماء المخصصات إذن مشاهدين هذه كانت أراء الناس حول عمل المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن وأعود إلى ضيوفي وضيفي تحديداً من ألمانيا سيد فداء الدين يحيى سيد فداء الدين قد يتساءل البعض فيما يتعلق بهذه الحملة لماذا لا يكون لهذه الحملة كيان معروف وإدارة معروفة وموحدة بحيث تتوحد الجهود ويتم التوجه صوب الهدف وتحقيقه ميزة هذه الحملة أنها حملة مجتمعية يتبناها كل الناس ممن يؤمنوا بالقضية تحجيم الحملة نحن نعتبره تحجيم تحجيم الحملة في كيان أو أشخاص معينين يحكم عليها الفكرة لا تنحصر بقيادة أو بأشخاص معدودين الفكرة فقط إدارة جهود الناس هي حملة مجتمعية لا غبار عليها وإنما عندما تكون هناك قيادة تأكد أن الأمر عندما يبقى كفعل مجتمعي تدخل الكثير من القصص والشائعات والأمور الكثيرة بحيث تبعد الأهداف عن مسارها الحقيقية بينما عندما تكون هناك إدارة معروفة وموحدة تستطيع إدارة الناس بشكل صحيح للوصول إلى الغاية سبق وأن قامت منظمات أو كيانات بنفس الجهود ولكنها فيما بعد تعرضت الاستقطاب والتهديد لتغيير مسارها وتضييع الهدف التي قامت من أجلي لذلك الحملة هذه ستظل مجتمعية يتبنىها كل الناس كل من يؤمن بهذه القضية كل من يتساءل أو يبحث عن جواب لسؤال ماذا أنتجتها المنظمات هدف الحملة إلى أن يتساءل كل مواطن يمني أو يعرف كل مواطن يمني أن هذه الأموال انتقلت ملكية المانح إلى ملكية الشعب هذا هو حق للناس وحق للمواطنين وليست ملك للمنظمات طيب سيد فداء الدين في مسألة الحملة وما وصلت إليه هناك استجابة لافتة خمسة آلاف توقيح خلال ثلاثة أيام وأيضا الهاشتاغ يعمل بشكل كبير في سوشال ميديا ولكن رجع الصدى هل وصلت رسالتكم إلى المنظمات؟ هل وجدتم ردود حتى الآن؟ للأسف لم نجد أي ردود سواء في مرحلة الخطابة العام الذي يكون لخاطب جميع المنظمات ثم مرحلة الخطابة المباشرة عبر إرسال آلاف الإيميلات للمنظمات المذكورة في التقرير ولكن لما نلقى أي تجاوب أو تزويد أي مواطن بأي تقرير مالي الآن سنضطر إلى التخاطب مع الجهات أو الدول المانحة وأطلقنا عريضة منذ ثلاثة أيام ونهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من التوقعات ومخاطبة هذه الجهات والدول بالضغط على هذه المنظمات لإخراج تقاريرها ونشرها للناس والإستامة الشفافية الصفة القانونية هي القوانين التي تنص على حق كل المواطنين بالإطلاع في قانون رقم واحد لسنة 2001 بشأن الجمعية والمؤسسة الآلية هذا القانون واحد فقط من عشرات القوانين التي تؤكد حقية كل مواطنين على الإطلاع بهذه التقارير تنص على أنه لكل ذي شأن بهذه الموال حق الإطلاع على محتويات المستندات والوثائق والسجلات وكذلك حق الحصول على مستفرجات أو صور من هذه الوثائق إذن هذا هو القانون والعديد من القوانين التي نستمد إليها المنظمات ليست مجبرة بالرد على كل إيميل فقط تنشر هذه التقارير في مواقعها أو صفحاتها الرسمية كما تعمل بقية المنظمات المحترمة والتي تعمل على الشفافية في بقية الدول لماذا نجد بعض المنظمات الدولية تنشر تقاريرها بمواقعها الرسمية لكن فرعها في اليمن يتستر على هذه التقارير هذا التصرف يثير الكثير من التساؤلات نعم الذي يدفعها من الوظم التي تكون شفافة في الدولة أخرى أما في اليمن نعم هنا تساؤل أخير سيد فداء الدين في مسألة الحملة ونجاحها هل تتوقعون لهذه الحملة إذا ما استمرت ومن خلال المعطيات والواقع أن تحقق نجاح كبير وبالتالي تحاسب هذه المنظمات والوكلة الذين يعملون معها على الفساد الذي ارتكب خلال أربع سنوات أم أنها ستكون شبيهة بالكثير من الحملات التي تظهر وسرعان ما تنتهي دون تحقيق أي هدف هذه الحملة فيها لن نكل ولن نمل للأسف أننا وصلنا في هذا الوضع إلى أننا نتعايش مع الفساد نحن لن نتعايش بعد الآن مع الفساد سنتعايش مع هذه الأصوات التي تنادي بمكافحة الفساد وبالمزيد من الشفافية سنتعايش مع هذه الأصوات وحتى وإن طال الزمان نفسنا طويل وصبرنا طويل إلى أن تتحقق الشفافية وتلتزم وتخبع كل القوانين والشريعات الدولة والمحلية نعم إذن أشكرك جزيل الشكر سيد فداء الدين يحيى ناشط مجتمعي كنت معنا من ألمانيا وأحد أعضاء هذه الحملة وين الفلوس وأعود لضيفي عبر الأقمار الإصطناعية من تعز سيد ياسر المليكي سيد ياسر نتساءل هنا فيما يتعلق بهذه الحملة هل تتوقعون لها النجاح وتحقيق الغاية أم أنها ستكون كالكثير من الحملات التي تظهر وسرعا ما تنتهي دون تحقيق أي غاية حتى هذه اللحظة الحبلة نجحت نجاح كبير في إيصال صوتها إلى الجميع ولأنها حملة ترتكز على مبادئ وأخلاق لا يشبها فساد ليست موجهة ليست مسيسة ليست منحازة لطرف هي تتساءل أو تسأل المنظمات أين فلوس المانحين التي صرفت لليمنيين أملنا كبير في أن تنجح هذه الحملة وهي قد أحدثت حتى هذه اللحظة هزات قوية ووصلت أسماع المنظمات وإن كانت تتعامى عن هذه الأصوات لكنها أدركت مدى هذا السخط الشعبي لأنه بعد أربع سنوات من هذا الصراع اليمنيون أصبحوا يعيرون أمام قيرانهم بأنهم شحاتون بأنهم لا يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم كانت هذه المنظمات سببا في إيصال هذه النظرة الخاطئة عن اليمنيين بسبب أنها لم توصل هذه الأموال إلى اليمنيين إضافة إلى أن اليمنيين وكثير منهم وأقول ليسوا بحاجة إلى الغذاء فاليمنيون يستطيعون أن يصبرون كثيرا ويستطيعوا وبإمكانهم أن يقوعوا لكن كرامتهم أولى وهم في هذه اللحظة أقصى ما يريدون من أموال المانحين هي مشاريع مستدامة مشاريع تعود بالنفع على كل اليمنيين لا يمكن أن تأتي منظمة استلمت أكثر من مليار دولار وبالأخير تسلم سلة الغذائية يقوم هذا المواطن ويبيعها ويشتري فيها ما لماذا لا تقوم هذه المنظمات بتوفير أو بإنشاء مشاريع للمياه مثلا كل هذه المشاريع أو أغلب هذه المشاريع التي قدمت لليمنيين هي مشاريع استهلاكية وقتية لم تعد لليمنيين نفعا وعدم توصيل هذه الأموال عبر البنك المركزي لم يحقق منها اليمنيون أيضا شيئا ولا البنك المركزي ولا عملتهم نأمل من الحكومة الشرعية ونحن هنا نتخاطب مع كل الجهة الحكومية وسنتخاطب معها لاحقا في كيفية إدارة هذه المنظمات للأموال الممنوحة من هي المنظمات العاملة في اليمن كيف تلقت هذه الأموال كثير من المنظمات يحوم عليها دوائر استفهام على هذه المنظمات أن تثبت للجميع شفافيتها ونزاهتها وأن تقوم بنشر هذه التقاريرها المالية في مواقعها الإلكترونية في مواقعها الإعلامية وضحت تصورة سيدياسي من مطالب هذه الحملة طالما ومطالبها مشروعة نعم وضحت تصورة شكرك جزيل الشكر للناشط الحقوقي ياسر المليكي كنت معنا من تعز ومشاهدين قبل الختام نذهب الآن لمشاهدة هذه الآراء من محافظة مارب حول أيضا عمل المنظمات الإنسانية في اليمن أن تتصورها أصبحت هذه المنظمات منظمة مقاولات حتى في إعطائها لتنفيذ برامج أو تنفيذ مشاريع لمنظمات محلية أو إجليمية فإنها تشترط وضع نسبة معينة للمنظمات الدولية نفسها يعني تعطيك التمويل ومثلا تضع عليك شروط أن يتم تنفيذ المشروع هذا بـ 50% وبقية التكلفة ترجع عائداتها لتلك المنظمة الفاسدة منظمة التي تتكلم عن منظمة عن الغذاء العالمي هذه المنظمة تأخذ مليارات الدولارات من أجل إغاثة النازحين في اليمن يعني تخيل أن هذا الفساد الذي موجود في المنظمات الدولية الإغاثية والحقوقية أصبحت تسكم الأنوف يعني لدي أدلة ثابتة وراسخة على تلك المنظمات أنها لا تمثل المجتمع الدولي بشيء إنها أصبحت مرتع للفساد والإفساد هذه بالنسبة للمنظمات الدولية التي تابع الأمم المتحدة طبعا بلا شك أنه سمعنا كثيرا عن منظمات عاملة في اليمن في أرجاء اليمن لكن هذه المنظمات رغم كثرتها إلا أن الشعب الأممني لم يلمس هذا الدعم وهذه الأموال الطائرة التي تصل إلى هذه المنظمات بالمليارات ولا يأتي إلى الشعب الأممني إلا الفتاة فقط نريد أن تكون هناك شفافية في إيضاح للناس كيف العمل وكيف يتم تصريفها وإنفاقها على اليمن يتحدثون عن بعض السلات الغذائية وبعض المساعدات التي يستحل واحد من ذكرها وهي تصل بمليارات يأخذونها وكأنهم العاملون عليها يأخذوا ما أمكن لكن في الأخير يكونوا بواضحين أمام الناس في بناء البنية التحتية والمشاريع الواضحة ويعملون لا أحد منعهم من هذا العمل لكن يجب أن يكون هناك أمور واضحة فيما يقص أين أن تذهب هذه الأموال وهذه المليارات التي دائما نسمع عنها في مؤتمرات إذن مشاهدين هذه كانت أراء الناس حول عمل المنظمات الإنسانية في اليمن وبهذا نصل إلى ختام حلقة ليلة أشكر ضيوفي كان معنا من ألمانيا الناشط المجتمعي في داء الدين يحيا وأشكر أيضا لضيفي عبر الأقمار الصناعية من تعز الناشط الحقوقي ياسر المليكي وأشكر أيضا ضيفنا من الفتيادة عبر الهاتف الصحفي بسيم الجناني وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا وهي أيضا من الزميلة إلهام عامر في الإعداد والتنسيق ومن جميع أفراط أقم العمل حتى نلتقيكم في حلقة قادمة نترككم في رعاة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة